نظمت جماعة يهودية احتجاجات في ثمان مدن أمريكية وعطلت حركة المرور في ساعة الظروة في شوارع وجسور مزدحمة للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة أكدت صحيفة بلوتيكو جمع واشنطن معلومات تفصيلية عن سلوك الإسرائيليين في قطاع غزة بما يؤكد حدوث انتهاكات لقوانين الحرب مظاهرات لا تنتهي ومطالب بوقف إطلاق النار لا تتوقف ومع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتعالى الأصوات المطالبة بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون وفي أحدث التطورات نظمت جماعة يهودية احتجاجات في سمان مدن أمريكية وعطلت حركة المرور في ساعة الظروة في شوارع وجسور مزدحمة في واشنطن وفلاديلفيا للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وفي واشنطن قالت جماعة الصوت اليهودي من أجل السلام إن حوالي تسعين متظاهرا أغلقوا الجسر المؤدي إلى جادة نيويورك في الجزء الشمالي الغربي من العاصمة الأمريكية كما خرجت مظاهرات في بوستون وأطلانتا وشيكاغو ومينيابوليس وسياتل وبرتلاند بولاية أوريجين وعلى الجانب الآخر أكدت صحيفة بوليتيكو جمع واشنطن معلومات تفصيلية عن سلوك الإسرائيليين في قطاع غزة بالشكل الذي يتيح لها استخلاص الاستنتاجات لانتهاكات قوانين الحرب التي دعت لوقفها مرارا وتكرارا وبحسب الصحيفة قامت المخابرات الأمريكية بجمع معلومات مفصلة حول تصرفات إسرائيل منذ بداية التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي وأشارت إلى أن تلك المعلومات تشمل من بين أمور أخرى الأهداف التي تم ضربها والأسلحة المستخدمة والعدد المحتمل للأشخاص الذين قتلوا نتيجة للهجمات وبالإضافة إلى المعلومات الاستخبارية نفسها أضافت الصحيفة أن أعضاء الكونجرس الأمريكي لديهم أيضا معلومات ذات صلة